السلام عليكم ورحمة الله اهلا وسهلا فيكم في جوجل ادس السلام عليكم ورحمة الله اليوم هنحكي عن الجوجل ادس يعني الجوجل ادس اكتب مميزة لما انت تصل لجوجل ادس معناته انت وصلت للكستمرز بشكل عالي جدا حتى تتميز عن السوشيال ميديا لانك انت لما بتبحث عاليا بنبحث في جوجل وجوجل هو اكبر محرك بحث فبالتالي انت بتصل لاكبر تجمع العملاء على الانترنت ومن خلال هذا التجمع تستطيع انك انت تستهدف العملاء على حسب حاجتك لهذا العميد ممكن تستهدف العملاء من اجل حملات تسويقية لرفع نسبة الزيارات على الموقع او انك انت تستهدف العملاء من اجل رفع المبيعات او انك انت تستهدف العملاء من اجل رفع نسبة المكالمات الهاتفية بشكل عام فبالتالي الكثير من الاهداف انت ممكن تحقيقهم من مين من الاعلان على شبكة جوجل ما يميز ايضا الاعلان على شبكة جوجل التكلفة يعني انت بتدفع يعني انت تدفع مقابل النقر الواحدة فبالتالي ما في عمليات دفعك بيها بالنسبة لمن بالنسبة لجوجل تعالوا نبدأ الان ونشوف كيف نعمل الاعلان او كيف نعمل الحساب الاعلان على شركة جوجل نروح على الموقع جوجل بروح على جوجل بكتب جوجل ادس وباختار ادس دوت جوجل دوت كوم فلما اختار ادس دوت جوجل دوت كوم تفتح عندي مين هادي الصفحة خلينا مش نسجل الحساب جديد وانما نعمل حساب من البداية فاضغط على مين على البدء الان لما اضغط على البدء الان رايح تفتح عندي هادي الصفحة باختار نيو جوجل ادس اكاون باختار اعمل حساب جديد باعمل كليك على نيو جوجل اد اد كاون فبتظهر عندي هادي الصفحة فبسألني ايش هدفك الاعلان يا رئيسي تلقي مكالمات اكثر مثلا الحصول على مزيد من المبيعات او الاشتراكات في الموقع ولا جذب المزيد من الزيارات للمتجة ولا الموصل للمشاهدين على اليوتيوب واتفاعل معاهم باختار الهدف ضمن هذه الاهداف الموجودة عندي لكن لو نزلنا الى تحت هنا شوية بيقول لي هل تمثل جهة تسويق محترفة يعني ازا كنت انت محترف في التسويق فانت اضغط ايش اضغط الى التبديل الى الوضع مين المختص اعمل كليك على التبديل الى الوضع المختص هتفتح عندي مين هتفتح عندي هذه الصفحة فبيقول لي اختار الهدف التسويقي يعني في عنا مجموعة من الهدف التسويقية زي المبيعات زيادة المبيعات التي تتم عبر الانترنت او داخل التطبيق او عبر الهاتف او في داخل المتجة العملاء المحتملون للحصول على عملاء محتملين وايحالات ناجحة اخرى عن طيق تشجيع العملاء على اتخاذ الجراء معين او الزيادة للموقع الالكتروني جدب اشخاص المناسبين لزيادة موقعك الالكتروني او التفكيف المنتج والعلامة التجارية بما على انك انت بتشجع الاشخاص على استكشاف منتجاتك وخدماتك الى اخره تعزيز الوعي بالعلامة التجارية ومدى وصولها الى الجمهور المستهدف بشكل واعي الترويج للتطبيق لو كان في عندك تطبيق الحصول على المزيد من عملية التثبيت والتفاعلات على الاب اللي انت بترويج تشعله الزيارات الى المتاجر المحلية والعروض الترويجية بمعنى جدب الزيارات الى المتاجر المحلية بما فيها المطاعم ومحلات البيع بالتجزئ الى اخرى او انشاء حملة بدون تلقي ارشادات متعلقة بالهدف يعني اختر نوع الحملة اولا بدون الاعتماد على الاقتراحات المستندة الى هدفك فهذه كلها اهداف انا ممكن ان انا اخترى من ضمن هذه الاهداف لكن في نقطة مهمة هنا انشاء حساب بدون حملة يعني انا بدي اعمل الان فقط حساب ما بدي حملة ففقط بدي اعمل حساب فبعمل كليك على انشاء حساب بدون حملة هيفتح عندي مين هتفتح عندي هذه الواجهة الفوطة هو بلد ارسال الفواتيح لما بدي وينك مبلغ مثلا بلد ارسال الفواتيح له ايه الفلسطين والمنطقة الزمنية غزة والعمل طبعا دولار امريكي بشكل افتراضي هو بيختار مين بيختار هذه الابشنز كلها بقول له نعم مريد التلقي نصائح متعلقة بالاداء والعروض التهجية والاستطلاعات والدعوات الاخير يعني ابعث الايميلات بكل هذه التفاصيل بعدها بضغط على مين بضغط على ارسال بيقول له تهانينا لقد انتهيت استكشف حسابك تعالوا نشوف الحساب الموجود عننا لاحظوا هذا هو رقم الحساب هذا هو الحساب اللي احنا انشأنا عليه فبيقول لي استكشف حسابك فبضغط على مين على استكشاف الحساب وناخد نظر عام على مين على احساب جوجل باللاحظ هنا في عندي نظر عام على الاعلانات لو انا بدي اعمل حملة جديدة بدي اعملها من هان في عندي الان مجموعة من الاحصائيات ايضا الاحصائيات حول الحملات اللي انا عملتها مجموعة مختلفة من الاحصائيات اهم جزئية واهم نقطة هي الحملات انا بصل للحملات للادس بصلها من هان بعمل انشاء حملة من هذا المكان فهذه اهم جزئية في اللي احنا بنتصفحهم الان في عندي ايضا الاعدادات الحملة من حيث الميزانية الحالة نوع استراتيجية عوض الاصعار نوع الحمل للشبكات الى اخير هي من مين من الاعدادات في عندي ايضا سجل التغيرات اللي باختار الحملة بشوف التغيرات اللي صارت على مين على هذه الحملة بيقول للمواقع الجغرافية اللي موجودة عندي ايش مواقع الجغرافية بدي استهدفها اللي بدي استبعدها ايش اهداف الاداء ايضا مجموعة مين الحملات فهذه هي بشكل عام الواجهة الرئيسية لاعلانات جوجل ننتقل الان على اهم نقطة وهي مين وهي الحملات تعالوا نبدأ بانشاء الحملة الاعلانية الاولى اضغط على انشاء حملة حملة جديدة اول حاجة بيظهر عندي الاهداف اللي سبق واشرني لهم بشكل سريع في البداية اه منقول هذي الاهداف المبيعات طبعا والعملاء المحتملون الى اخره اخر حاجة بيقول انشاء حملة بدون تلقي ايشادات المتعلقة والهدف انشأني الحملة بعد هيك انا باختار الهدف البديا انا بدي اختار هذي الحملة حتى يجيب لي كل الاهداف اللي بتعرض في جوجل هذي كل الاهداف ممكن الاقيها انا في مين في جوجل فا اه بياجي اول هدف من ضمن هذي الاهداف التسعة الموجودة امامي اه اللي هي شبكة البحث الوصول للعملاء المهتمين بالمنتج او الخدمة التي تقدمها باستخدام الاعلانات النصية يعني انا بتضوح على اه جوجل واعمل اعلان نصي في جوجل يعني لو قلت له مثلا شقق للبايع في تركيا الان عملت البحث هذي هو المقصود فيها في البحث طلعت عندي هذه النتائج هاي هذي يعتبر ااد هذي ايضا ايضا ااد هذي يعتبر ااد هذي يعتبر ايضا ااد فهذي كل ها الاد pewns اللي بتيجي في نتيجة البحث فهذا هو المقصود في شبكة البحث اه هذي هنرجع لها بالتفصيل ان شاء الله اه وهي تعتبر خدمة جديدة من جوجل مضافة بشكل جديد هنرجع لها بالتفصيل الشبكة الاعلانية عرض انواع مختلفة من الاعلانات على الويب الشبكة الاعلانية اللي هي جوجل ديسبلي نتوورك تختصى جي دي أن يعني لو احنا مثلا قلنا دنيا الوطن مثلا دنيا الوطن ونشوف الجي دي أن اللي في دنيا الوطن تعالوا نفتح الموقع لاحظوا طبعا هذا مش من جوجل هذا الاعلان مثلا من جوجل مكتوب عليها هي اعلانات جوجل هنا في عندي i فهذا اعلان من جوجل أيضا لو نزلنا لتحت باللاحظة أن هذا مثلا اعلان ايضا من جوجل لأنه طلعت عندي اعلانات جوجل اختصاها i وهنا في عندي i بمعنى هذا اعلانات جوجل فهذه يمين هذه هي اعلانات جوجل المقصودة لو جينا لهذا الاعلان التسوق بمعنى التوجد وانتجتك باستخدام اعلانات التسوق يعني اعلانات التسوق يمكن الدول اللي بتدعم الاي كوميس بتظهر عليها بشكل افضل ولكن فلسطين ما بتدعم الاي كوميس بشكل كبير فبالتالي مش رحييني لقيها رائجة كثير في فلسطين لو جينا هنا وقلنا له الشوبينج الشوبينج اه ادس اه مسلا سامبل باللاحظ ايش النتائجة الموجودة عننا في هذا المكان اه هاي هذا هي بالضبط باللاحظ ان هي في مسلا مثل هذا الاعلان اه باللاحظ ان هو اعلان على مين اعلان لابوات مسلا فبالتالي هذه هي الاعلانات احنا بنقصدها بشكل اساسي لاحظوا الاعلانات كلها اه في الاخر تدعم مين تدعم اه الشوبينج وتدعم الاي كوميس سامبلز بشكل اساسي هذا ايضا يعتبر من ضمن اعلانات جوجل الاخر من مين من هذه الاعلانات تعالوا نشوف بعده الفيديو مع اوفا اللي هي في اليوتيوب فبتظهر في اليوتيوب بشكل اساسي التطبيق اه لو كان في عندي تطبيق او بدي الناس انتنزل هذا التطبيق فبالتالي انا بعمل هذه الحملات التطبيقية اسمارة اللي هي كل الحملات السابقة تشملها تشمل جميع الحملات السابقة اه المحلية اللي هي جد بالعملاء الموقع الجغافي معين يعني لو احنا مسلا على اه جوجل وقلنا له مسلا جوجل ماب ادس مسلا سامبل بتكون سامبل فراحظوا النتائج بتظهر عندي هنا على وين بتظهر عندي على خرائط جوجل بشكل اساسي لو اطلعنا مسلا على هذه الحملة باللاحظ ان هنا في عندي خرائط جوجل لاحظ هي خرائط جوجل ضهرت عندي لو شفنا مسلا هذا الخريطة جوجل لاحظوا اللوكيشنز هي ظهرت عندي بشكل اساسي فبظهر عندك مين بظهر اعلاناتك في مين في هذا المكان فبالتالي هي بتظهر على الخرائط وبتكون انت من اوائل الناس اللي بظهر على مين على هذه الخريطة تعالي نرجع معها تانية الان بيضل عنا الـ اثناء التصفح عرض الاعلانات على اليوتيوب وجيميل واقتراحات وغيرها في اثناء مين في اثناء التصفح يعني بشكل اساسي هذه اعلانات الـ بمعنى تظهر الى المعلن على الجوال لما يكون يتصفح على الجوال فلو حكينا له مثلا هنا اه ديسكافري ديسكافري اه جوجل ادز سامبل هو لتكون لاحظوا هنا بظهر عندي ايش الديسكافري جعل اوحي مساء على الصور باللاحظ باللاحظ هذه هي الديسكافري لو شوفنا هذا المكان تصفح اثناء تصفح جوجل اثناء تصفح الى الانات التانية بهذا الشكل فالجميع هم تظهر على مين على الجوال اثناء تصفح الى مين للموبايل هذه بشكل اساسي بنسميها من الديسكافري جوجل ادز الاداة الافضل هو استخدام حملة واحدة للوصول لشرائح الجمهور في جميع منتجات جوجل يعني كل شبكات جوجل انت بتستهدفها من خلال هذه الحملة جميع شبكات جوجل انت مغبوط بشبكة اعلانية معينة وانما تستهدف جميع الشبكات الاعلانية التابعة لشكل جوجل وبهيك انت بتصل الى اعداد اكبر من الناس المستهدفة فبالتالي هذه افضل طريقة من اجل زيادة المبيعات تعالوا نعمل اول حملة تسوقية عنا نعملها من خلال شبكة البحث نعمل كليك على شبكة البحث يرجى اختيار النتائج التي تريد الحصيل عليها من هذه الحملة الاعلانية طبعا احنا بدنا زيارات الموقع الالكتروني طب ايش هو الموقع الالكتروني خلينا حط الموقع الالكتروني بالمرة في هذا المكان اللي هو موقع global global شرطة ثلاثة ضبريو ضوت كوم بعد هيك حقول له ايش متابعة لما نعمل متابعة اول سؤال بيسألني ايش اسم الحملة اللي انت بدك اياها يعني بسميها باسم هيك اللي انا بعد هيك استرشد الو لو سميناها global مثلا الشرطة ثلاثة ضبريو ضوت كوم عساس انه اعرف انه هذا انا عامل عليه حملة على global ثلاثة ضبريو ضوت كوم يعني ممكن يكون في عندي اكتب الموقع بس عشان اميز من البحث من خلال هذا الموقع طيب ايش الشبكات اللي عندي يا جماعة يمكن ان تظهر الاعلانات بالقرب من نتائج بحث جوجل ومواقع جوجل الاخرى او ما بديش يتظهر عند شركاء جوجل انا بديش يتظهر على جوجل فقط فبشر هذا الوبيشن طيب شفنا الشبكة التانية الشبكة الاعلانية طيقة سهلة لتحقيق المزيد من الاحالات الناجحة بتكليف مشابهة او اقل يعني هو اقل شوية ممكن تكون من جوجل او مشابهة الها تضمين شبكة جوجل الاعلانية بعض المواقع اللي جوجل بتعمل عليها اعلانات بعضه بديش اياها فبالتالي انا بدي فقط شبكة بحث جوجل عشان هيك اشيلت الشركاء جوجل وشيلت تضمين بحث جوجل الاعلانية فبعد ما اشيل الناحيتين حتى يظهر على جوجل فقط بانزل وباكمل في عندي عرض المزيد من الاعدادات تاريخ البدء وتاريخ الانتهاء من الحملة بعمل اكليك عليها هذا تاريخ البدء وممكن يكون في عندي ايش تاريخ الانتهاء فانا بقول له تاريخ البدء من اليوم بدنا نبدأ الحملة مثلا اليوم 24 الشهر تاريخ الانتهاء باخطاه تاريخ تاني للانتهاء وليكن مثلا 26 يعني عقد 3 ايام بيكفي فبحدد تاريخ للبدء وتاريخ الامين للانتهاء عشان عندها تنتهي الحملة وما ضلوش يحسب علي مبالغ ولا مش دارعا حالي فبالتالي افضل حاجة لنستخدم تاريخ البدء وتاريخ الانتهاء الامين للحملة خيارات عنوين اليوم للحملة طبعا انا مش هعدل في هذا الابشن في عندي اعداد الاعلانات الديناميكية على شبكات البحث ايضا مش هعدل على هذا الابشن في عندي جدول عرض الاعلانات برضو حخليها اليوم كله يعني مش حخليها شغلها فتحة معينة شغلها في النهار حخليها شغالها طول الوقت تعالوا نشوف الاستهداف وشرائح الجمهور يعني يمكن من اهم الابشنز اللي عندي هي الابشنز اللي هان الاستهداف وشرائح من الجمهور طبعا الموقع الجيغرافي انا في فلسطين فحخليها فلسطين هو الاصل حخليها فلسطين طب لو انا بدي اغير بدي فلسطين ودول تانية مثلا طب اختار ادخال موقع اخر في هذا الموقع انا باختار الدولة اللي بدي اياها يعني اختار مثلا هنا بدي اختار مصر مثلا لاحظوا بتطلع مصر كبلد كلهم لازم اختارهم كبلد طبعا لو مثلا بدي اختار السعودية اعمل عليها الاعلان هاي ضهت عندي كبلد وهكذا اي دولة بدي اياها باختارها هاي بصر والسعودية فلسطين مسلا بدي اياها برضو ممكن نحط فلسطين هنا كايش كبلد كمنطقة لاحظوا عندي هنا بيتحدد لها برضو كمنطقة هاي اختارنا السعودية يعني فيها 26 مليون واشي فلسطين 3 مليون مصر 36 مليون تمام باكمل على المكان اللي بعد هيك بيقول لي ابدأ البحث باللغة العربية بمعنى انه لما يكون جوجل التطبيق نازل باللغة العربية هيجيب لي اياه طب بالبعض ممكن يكونون منازلوا باللغة الانجليزية كمان فبروح باختار مين برضو اللغة الانجليزية يعني سواء كان التطبيق هذا نازل باللغة العربية او باللغة الانجليزية هاتلي اياه فاختارت اللغة العربية واللغة مين الانجليزية شرائح الجمهور يعني اختيار شرائح الجمهور المطلوب يضافتها لحملتك مين هما شرائح الجمهور اللي انت بدك تضيفهم انا مش هضيف شرائح جمهور يعني انا ممكن الجماعة اعمل اكتر من اعلان اكتر من اد ست بمعنى اعلان واحد باكتر من اد ست ومن ضمن الاد ست هذه اخطارها مثلا شرائح الجمهور واختار خيارات تانية لكن احنا هنعمل اد ست واحدة الى مجموعة واحدة فبالتالي مش هاختار شرائح الجمهور من هان الميزانية اللي عندي طبعا بالدولار خليها مثلا 15 دولار مثلا كحملة اعلانية هالمبلغ بيض اصفها الحملة الاعلانية 15 دولار طبعا بالنقارات انا بتركز عن النقارات راح تروبشنز التانية معطلة وبنجد نسبة ظهور بدي على النقارات يعني يروح الواحد ينقع على الاعلان بالفعل عشان يفتح معا الاعلان فبتركز على هذه النقطة اعداد حد عرض سعر اقصى للنقار يعني بسعر اقصى قدشها النقار يعني لو جناله مثلا 3 سنت 3% مثلا بمعنى انه الحد الاقصى اللي تدفع على النقار 3 سنت اكتر من هيك ما تدفعش طب ممكن يدفع اقل ممكن يدفع اقل ولكن اكتر من 3 سنت مش هيدفع لانه يا جماعة بلاش يروح لي مثلا على النقارات غالية النقار تكون حقها مثلا 5 دولار تطلح حملة الاعلانية كلها عندي 3 نقارات فبالتالي اني بحاول احدد من هنا الحد الاقصى للنقار الواحدة تكون 3 سنت يعني يكون فيه شوية المرونة بنجحة 1 سنت خليها 3 سنت او 5 سنت على الاقل حتى يكون فيه عندي نوع من المرونة في مين في الاختيار في الحملة الاعلانية اه فبقول لي اوكي او اختيار احدى استراتيجيات عرض الاسعار مباشرة غير مستحسن حنتجاوز هذا النقطة عرض المزيد من الاعدادات برضو عرض الاعلانات بالتناوب برضو سخليها الموقع هو اللي يديرها بالشكل الافضل في عندي اضافات الاعلانات تحقيق نسبة نقر الى ظهور اعلى بمعدل يصل ل 15% من خلال عرض معلومات اضافية على اعلانات اضافة لروابط اقسام المواقع مش هنعدل عليها اضافات وسائل الشرح واضافات المكالمات يعني ممكن اتلقى مكالمات برضو ما بدي اياها في عندي معلومات لإعلان الاضافية برضو مش هنختار اي option من هذه الoptions هنسيبها لمن لجوجل هو اللي يديرها قفزوا المتابعة وبننتقد للخطوة التالية نوع المجموعة الاعلانية طبعا النوع عادي اسم المجموعة الاعلانية المجموعة الاعلانية رقم واحد هنكمل بعد هيك يا جماعة ممكن اعدل بالاسم هذا اختاره بما يتناسب مع مين بحيث نتذكر ايش الحملة الاعلانية او المجموعة الاعلانية اللي عملت الكلمات الرئيسية مهمة مهمة انه انا اختارها للكلمات الرئيسية يعني الاعلان بده يتركز الاعلان بشكل اساسي على الكلمات الرئيسية اللي المستخدم بيبحث عنها فبالتالي نبحث عن الكلمات الرئيسية موقعنا مثلا ببامج متاجر الالكترونية فبدي يكون الهدف الاساسي من الاعلان انه الناس اللي بده تصمم متاجر الالكترونية او تبامج متاجر الالكترونية يزور موقعي ولا هعملهم متجر الالكتروني فبالتالي بدي اختار الكلمات الرئيسية في هذا الموضوع معنا المستخدم لما بده يبحث على جوجل ايش الكلمات الرئيسية اللي بده يستخدمها وكيف بده يبحث عن هذه الكلمات الرئيسية نختار option تاني نختار حساب تاني يا جماعة نعمل عليه البحث فحنقول له هنا الكيوود بلانا بلانا التابع لمن لجوجل فانا بعمل كليك على الكيوود بلانا بنزل لتحت شوية يا جماعة بختار الكيوود بلانا من هان الانتقال لمخطط الكلمات الرئيسية ننزل لتحت شوية يا جماعة بنقول له new google add account طبعا هاي معلومات لحساب انا بده قل له ما تبعت ليش اي دعايات او اعلانات على الحساب وقل له روح لعلى مين على الكيوود بلانا وقل له اكسب له this account حاجة هانا من التولز جماعة حفتح التولز اللي عندي هان في التولز هل 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 عندي ايش بلانينج من اللي بلانينج هل هل عندي الكيوود بلانا فحفتح هان على الكيوود بلانا ممكن البعض يظهرها بشاشة اكبر من هيك تكون شاشة بالعرض او البعض يظهرها في قائمة التنين نفس الشيء يعني ما تنزعجوا من هذا الكلام هو جيب ليهم هنا كقائمة البعض ممكن يظهرهم بشكل افضل من هيك اللي هي بالعرض سواء هادي او هادي نفس الشيء discover the new keywords انا هل جيت بتعرف المستخدم لمن يبحث عن هذا الموضوع ايش الكلمات الرئيسية اللي هو بيستخدمها عشان هي لاحطها فبقوله مثلا باللغة العربية احنا الان بنكتب بنقوله مثلا تطوير اه متجر الكتروني يعني هذا الموضوع الرئيسي انت هذا الموضوع الرئيسي اللي المفروض للمستخدم يبحث عنه فبحط له مجموعة كلمات انا باقترحها على الكيبود بلانر انه ضمن هذي المجموعة من الكلمات شوف للمستخدم يبحث على ايش فانا هقوله تطوير متجر الكتروني انشاء متجر الكتروني مثلا نقوله مثلا بغمجة متجر الكتروني انا بحط له مجموعة الكلمات هانا وبشوف المستخدم على ايش ببحث من هذه الكلمات بقوله جدت الريزالت شوف للمستخدم ضمن هذا الاطار عليش بحث فقال لي تمام يعني قال لي هنا في عندك متجر الكتروني نوسع المكان شوية شوية لما اختار الكلمات الغيسية الهانا لاحظوا انه في عند الميديم هنا يعني الوضع المنافسة ميديم او المنافسة عليها ممكن يكون عنا مثلا لو انا باختار يا لو يا ميديم ليش باختار الهاي لانه الهاي المنافسة عليها شديدة يعني انا لما اختار هذه الكلمات المفتحية احطها عندي مش رايحة تظهر للمستخدم فبالتالي انا بحاول انافس على كلمات مفتحية اقل بحيث انه المنافس انه المستخدم لما يحط هذه كلمات المفتحية اظهر اله في عمليات البحث ما بنفع اختار كلمات هاي والمنافس عليها شديدة وبعدين ما اظهرش في نتائج البحث فباختار هي اما لو اما ميديم ضمن هذه الكلمات انا باختارها حتى اقدر انافس عليها لو فتحنا مثلا ملف نصي مثلا وضمن الملف النصي حطينا الكلمات المفتحية هذه عشان بعد هيك انا استخدمها طيب في حاجة مهمة كمان يعني قديش معدل البحث الشهري على هذه الكلمات لاحظوا من مية من عشرة لمية التلاتة من عشرة لمية تقريبا فهذا كويس بالنسبة لي لو نزلنا تحت برض كله من عشرة لمية طيب الكمبيتشن لما اعمل كليك تاني عليها بيعمل ايش عندي اعادة الترتيب from high to low او from low to high فجاب لي from high to low هاي اعلى حاجة عندي وبعد هيك ال medium وبعد هيك low اعمل اكليك ماها تانية جاب لي ايهم التأتيب بالعكس لاحظون هنا فيش بحث فانا خلينا اعملهم على الحالة الاولانية بستبعد ال high طبعا بستبعد هادول بستبعد هم وبحاول انا اصل للميديا ولو انا استخدمت اللو بيكون افضل انا لو استخدمت جيت على اللو بيكون افضل في عمليات البحث تعالوا احنا نستخدم مين الميديا اللي عندي هان هاي عند الميديا اللي هي انشاء متجر الالكتروني مجاني انشاء تطبيق متجر الالكتروني اخذ هذه الكلمة دايما لما اخذ جماعة باخذ الكلمات لها علاقة بالموضوع اللي انا ببحث عنه يعني انا ما بجيش مثلا على كلمة ملهاش علاقة او لها علاقة بعيدة وباخدها لا هذا انشاء تطبيق متجر الالكتروني وبالفعل انا بنضب النطق البحث اللي انا اخترت عمل متجر الالكتروني مثلا لاحظ كلمة مجانية مش هاي يقول مجاني فانا حبعد عن الكلمات المجانية مجانية حبعد عنها كيفية عمل متجر الالكتروني ممكن اخذ هذه الكلمة ايضا انزغر الشاشة بهذا الشكل انا اخذ انزل لتحت شوية كيف انشئ متجر الالكتروني اكمل اروح على الصفحة اللي بعدها طريقة عمل تطبيق تكلفة انشاء تطبيق متجر الالكتروني اخذ الكلمة هذه كمان تصميم موقع الالكتروني لبيع المنتجات بعض هذه الكلمة اخذ ها عمل متجر الالكتروني يعني حاول اخذ على الاقل عشرة فبالتالي انا باختام من باقي الكلمات بنلاحظ في كيبودي بلان في جوجل انه هنا بالستاين ممكن اغيرها يعني هذه الكلمات المفتحية الوعيسية اللي حيتم البحث عليها في فلسطين فهذه نقطة مهمة ممكن لو انا بدي ابحث في اي دولة تانية اغير الدولة من هان البحث باللغة العربية بعض ممكن اغير البحث اللي هان احط ه باللغة الانجليزية مثلا فالمدى عندي من ميل لابرل ممكن بعض اغير مين اغير المدى اللي عندي هان فبالتالي هذه الكيوود عائسية اللي رايح يبحث عنها فبالتالي انا ممكن اخطأ من هذه الكلمات ممكن اقول عمل متجر الالكتروني مثلا اضيف الكلمات المفتحية لعندي فبالتالي هذه ممكن كلها تنضاف عندي بهذا الشكل اقول مثلا من ضمن الكلمات اخطأ مثلا متجر الالكتروني اضاف لمتجر الالكتروني وهكذا انا ممكن اضيف كلمات تانية لهذا المكان لاحظوا عندي 128 كيوود idea available يعني في عندي لحد 128 افكار عن الكيوود موجودة عندي في هذا البحث في عندي نقطة هنا لو عملنا click هنا بيقول ممكن نزلك الكلمات المفتحية بضوت cvs csv فانا ممكن اعمل click على هذه الكلمات المفتحية بدل ما ظل انسخ على ملف text نزل اياها كل هان لو فتحنا هذا الملف راح يجيب للكلمات المفتحية لنزل اياها في مين في هذا الملف طلع هاي الكلمات المفتحية هاي ايش الكلمات العملة اللي بدأ دفع من خلالها ال 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 average search عندي قديش كان عليها هاي الكلمات المفتحية medium و low متوسط البحث على هاي الكلمات المفتحية فبنزل لي معلومات كاملة على هاي الكلام ممكن بعد هيك انا بالملف هذا انسخ الكلمات اللي بدي اياها بهذا الشكل وحط ها على الملف اللي عندي تمام اخترنا هاي الكلمات المفتحية لان نرجع مين نرجع على مكان ما كنا يا جماعة احنا كنا وين كنا هان تعالوا نرجع على مكان ما كنا قال لأدخل الكلمات الرئيسية للبحث طبعا الكلمات الرئيسية للبحث انا اخترتها ونسختها هان فحقول له ctrl c وحاجة هان وحقول ctrl v يعني تقريبا هذه الكلمات المفتحية لانا بدي استخدمها في مين في هذا الاعلان فاهم حاجة في الكيوود من جوجل بيجيب لي معدلات البحث اللي كانوا العملاء بيبحثوا من خلال موقع جوجل عليها باختار اللو اقم واحد والميديم اقم اتنين بابعد عن الهاي لانا مش حقا اظهر انا في محركات البحث لابن اختار الهاي باختار مجموعة مناسبة للموضوع اللي انا بابحث عنه او للموضوع اللي نبدأ اطبقه وهو انشاء متجر الالكتروني او بابا متجر الالكتروني وهذه الكلمات بانسخها على text file وبجيبها بحطها عندي في مين في هذا لبلانر لاحظوا عندي هنا النقرات والتكلفة متوسط التكلفة النقر تقريبا متوسط التكلفة النقر 2 سن حاطناها 3 سن يعني لكن هو بيقول التقريب المتوسط النقر قدش 2 سن والميزانية قدش عندي 15 دولار فبالتالي هذه هي ملخص للحملة اللي عندي مش هعمل مجموعة اعلانية جديدة طبعا ممكن اعمل مجموعة اعلانية جديدة وغية في بعض الخصائص لكن وبالتالي بعد ما اشغل الحملة اشوف اي مجموعة اعلانية كانت الافضل شغالة وخليها شغالة والمجموعة الاعلانية اللي كانت اسوأ ممكن اوقف هذه المجموعة الاعلانية فبالتالي انا مش هعمل مجموعة اعلانية تانية هكتفي بهذه المجموعة الاعلانية بعد هيك اعمل حفظ وايش حفظ ومتابعة طب نلاحظ رابط عنوان اللي هو global شرطة 3 و هو معتض على العنوان فخلينا نقول اتش تي تي بي اتش تي تي بي شرطين وحتى الاش تي تي بي اس اللي عنا اللي هو سي كيو يعتبر فتعالوا نعدل جبل ايش جبل بالتعديل معناته لازم احط قبل ال 3 و اتش تي تي بي اس حشان يقبل بالموقع بعد ما قبل الموقع لاحظوا هان جاب لي اياه الاعلان يعني لما اروح على جوجل هيكتب في جوجل الاعلان وجنب الاعلان رابط الموقع اللي انا كتبناه طب ايش المصار الاول والمصار التاني بمعنى بعد global 3w ضدكم ايش بدو يكتب مصار تاني من بعد مين هذا المصار يعني خلينا نكتب مثلا من ضمن المصار فلسطين عشان يعرف اللي بدو يبامج عنا ان احنا ساكنين في فلسطين فجاب لي اياها فلسطين هايها هان جاب لي اياها ونكتب الكلمة التانية مثلا تطوير متاجر ككلمة تانية في المصار ولاحظوا هيجيب ليها بعضها فصار عندي global ضدكم على فلسطين عتطو متاجر طيب ايش العنوين الرئيسية بدنا نحاول العنوين الجديدة اللي نحطها ذات علاقة بالعنوين احنا طلع لها من مين من البحث فبفتح البحث هيك وبختار هذي العنوين يعني بقول له مثلا هذا العنوان بحطه كعنوان جديد وبروح على العنوان اللي بعده بحطه كعنوان تاني وبروح على اللي بعده بحطه كعنوان تالت وهكذا اكم عنوان جديد ممكن انا اعمل يا جماعة ممكن اعمل لغاية 15 عنوان فبالتالي المدى متاح امامي انا هعمل عجد الموجود عندي لاحظوا انا هعمل عجد الموجود عندي لاحظوا انه حد اقصى 30 كاراكتر هنا صار 31 فاعترض فبالتالي انا بدي ارفع كاراكتر من هان تكلفة انشاء متجر الكتروني خلينا نشيل كم التطبيق صار 25 كاراكتر اجي هنا كمان على تصميم احطها كعنوان جديد بضع تار 33 كاراكتر في 2 كاراكتر جدا تصميم موقع لبيع المنتجات صار 24 كاراكتر هيقبلها عمل متجر الكتروني ايضا بحطه ضمن العنوين الجديدة اللي عندي فلاحظه قوة الاعلان صار متوسطة افق معي كثير في الاعلان طبعا يعني على اقل الاعلان لازم يكون على درجة متوسطة حتى اكمل في هذا الاعلان وحتى جوجل يقبل ينشر الى الاعلان فكويس ان احنا وصلنا لدرجة متوسطة طبعا لازم يجب نكمل باقي العنوين يعني الافضل دائما نكمل باقي العنوين قال لادراج كلمات رئيسية رائجة في العنوين اعلانك فول مارك اخذت عليها ليش لانه هاد اصلا الكيوود اللي بيبحث المستخدم عنها هي نفسها اللي استخدمت في العنوان فبالتالي اخذت نقطة قوية في هذا المجال وصل لعلان من اول هالمين للدرجة المتوسطة اضيف المزيد من العنوين طبعا يعني لازم يكون في عندي لما اضيف المزيد من العنوين عندي هنا رايح اسك كمان هاد النقطة تمام بعد هيك بيقول اجعل العنوين اكثر تميزا واجعل الاوصاف اكثر تميزا تعالوا نكمل ونشوف اش بدو سمعنا خلصنا العنوين بيقول الاوصاف اكم وصف انا بقدر اضيف في جوجل لحد اكم وصف ممكن اكثر اضيف بقدر اضيف لحد اربع اوصاف زي ما كاتب لهانا فتعالوا نختار اوصاف ذات علاقة نقول له مثلا طور موقعك التجاري الالكتروني وحصل على خصم خمسة وعشرين في المية مثلا هذا احد العنوين احد الاوصاف لاحظوا عندي هنا اجعل اوصاف اكثر تميزا بدأ يحط العلامة فيها لما اكتب الاربع كلهم هاكت فلما فلازم الاعلان يكون كامل يا جماعة طب موقع تلك مثلا قل له مثلا انشئ انشئ موقعك معنا بافضل الاسعار انشئ موقعك التجاري الالكتروني خلينا نحكي الكلمات هذه يا جماعة كلمات مفتحية المفتح التجاري الالكتروني بافضل الاسعار لاحظوا هنا الوضع افضل عندي وهكذا ممكن اضيف كمان وصف اقول له مثلا طور او اخذنا طور وانشئ برمج موقع تجاري الالكتروني وحصل على افضل تصميم فكلمات بحط كلمات ذات علاقة بالموضوع نكمل لجماعة بعد هيك احنا حطينا العنوان حطينا المسارين عن دهان لاحظوا كلمات رئيسية كلها جاب لها بالاخضر الدليل عنها كلمات مقبولة حطينا العنوان الرئيسية بعد هيك حطينا اوصاف اه فبقول له بعد هيك ايش حفظ ومتابعة اه لاحظوا عندي هان في عندي تصفح من خلال الجوال يعني هيك شكل الموقع بدو يظهر عندي لاحظوا العنوان الرئيسية كانت انظهرت هنا والوصف ظهرت تحت في الكتابة السوداء اللي هان لو انا واحد يمين او يصاع بيجيب لي باقي اللي كتبته جاب لي باقي اللي كتبته كله هنا بالشكل الموبايل هيك لو على الديسكتوب هيك راح يكون الاعلان هيك اعلاني على جوجل راح يكون اعلان global dot com global 3 dot com على فلسطين على تطبيع متاجر بعدين العنوان الرئيسية بعدين الوصف بهذا الشكل راح يظهر على مين على جوجل على الموبايل راح يظهر بهذا الشكل طبعا يمين وشمال بقدر اتنقل ما بين الاعلان كله الموجود عندي الدرجة متوسطة مع التدرجة مقبولة ولكن ضيفوا انتو باقي العنوين حتى نصل لايش الى حد مقبول من هذا الاعلان بعد هيك جماعة رايح انا اقول له حفظ ومتابعة بعد ما اقول له حفظ ومتابعة باصل الى الدفع والسلام عليكم ورحمة الله